مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الأحدث 8 ديسمبر كنون الأول اليوم الأمر مرافقنا من برج ترابي من برج الثور بتمام الساعة 7 ونص صباحا توقيت العالمي توقيت جرينتش يعني الساعة 9 ونص صباحا بتوقيت بيروت بيوصل الأمر لبرج الثور الترابي وبتصير الأجواء يعني نوعا ما أحلى وأفضل للأبراج الترابي مواليد برج العذراء مواليد برج الجدي والطبع بالتأكيد مواليد برج الثور كيف بدي يكون هيدا نهار؟ هل يترى في عنا اليوم أبراج منة مرتاحة؟ فينا نقول إنه في عنا مواليد برج الجوزاء ويمكن يكون في عنا مواليد برج العرب الأجواء عندهم شوي متقلبي خلونا نبلش مع برج الحمل بالنسبة لعلك اليوم مولود برج الحمل اليوم نهار بعتبره نهار تنمشي فيه الأمور بطريقة مدروسة بطريقة جيدة ويمكن يكون في عندك بعض المفاجآت يلي مش بالضرورة أبدا تكون سلبية لكن ضروري اليوم مولود برج الثور مولود برج الحمل تحت تأثير الأمر برج الثور يكون عامل حسابات ميزانيته الأجواء فيها تكون مفاجئة بطريقة إيجابية فحضروا حالكم الأكثر حظا مواليد 29 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور يلي اليوم الأمر ببرشه واليوم مولود برج الثور مفروض يكون من الأبراج السعيدة الموصوطة المرتاحة على وضع يلي الأمور عندها تتقدم بطريقة نشيطة طريقة فعالة وطريقة مفاجئة هناك نوع من تقارب في وجهات النظر وهناك حل حلية لمسائل أنت كنت يمكن عتلين همه أو فقدت الأمل فيها أو تعتقد أنه مش ماشي حالة فعالأرجح اليوم يكون في عندك جواب ومسألة حاسمة بتبين وعا كلين بعد في بكرة أيضا تابعوا على الأبراج الأسبوعية لحتى تعرفوا تفاصيل كل يوم بيومه تبقى المواليد الأكثر حظا جميع مواليد برج الثور بعتبرها الأكثر حظا لكن كونوا حذرين إذا كنتوا من مواليد 23-24 نيسان أبريل كوكب أورانيوس موجود حد برجكم ومعقولة خربت كل حساباتكم بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم مولو برج الجوزاء بصراحة أنا بعتبر هيدا اليوم من الأيام الأقل حظا الشهر بحد ذاته شهر ديسمبر من الأشهر المتعبة بالنسبة لألك واليوم تحديدا بحد ذاته هو يوم مزعج يوم تقيل ويوم معقولة يجرس يجرس نحن باللبناني يعني بيبهدل يعني بدك تنتبه لأنه معقولة يكون فيه خطأ يطلع فيه فيه مسألة غلط تنحط بموقف محرج موقف مربك موقف غير مناسب الجو اليوم يمكن بيخلي النتائج تكون مش لصالحك فضروري اليوم تكون منتبه جدا من الأيام القليلة من الأيام الأقل حظا فكونوا حذرين جدا من كل مواليد برش الشوساء بنتقل لبرش السرطان اليوم بيرتح مولو برش السرطان مع موجود الأمر ببرش الثوري الي هو برش صديق لأله تأثيرات الأمر من برش الثور بعتبرها جيدة بعتبرها إيجابية بعتبرها منعشة وبتحمل أخبار سارة لألكن ففيكن تقولوا أنه هيدا نهار رح يحمل نوع من مبادرات إيجابية لألكن حتى موالي برش السرطان إذا عم تشتغلوا على أي مسألة فيكن تقولوا أنه اليوم هو يوم مناسب لألكن يوم بيتعاطف معكن ويوم بيطمن لكم بالكن من بعد ما مرأ عليكم حوالي 48 ساعة يومين من التعب الأكثر حظا فيها تكون 21-22-23 حسيران يونيوم كمل مع برش الأسد مولود برش الأسد مرأ عليك يومين كانوا كتير حلوين وكانوا ممتازين وكان مفروض فعلا أنه مولود برش الأسد ياخد يلي بده إيه ويحسن أموره ونوع منهم يروح من دربه اليوم بيرجع مولود برش الأسد ويرجع بيلاقي حاله بالواجهة ما رحقول رأس حربي لكن بيلاقي حاله بالواجهة وبيلاقي حاله في الصف الأمامي بيلاقي حاله تحت الأضواء وفيه احتمال أنه يكون هو مسؤول عن موضوع معين فموليد برش الأسد اليوم النهار بيحطكن تحت الأضواء وأنتوا مسؤولين عن الكثير من الأمور واليوم موليد برش الأسد احتمال أنكن تربحوا يعني صحيح أنتوا تحت الأضواء لكن فيه احتمال تكونوا أنتوا ربحانين وتكونوا انتوا قادرين تتقدموا وقادرين انكم تاخدوا اللي انتوا بتريدوا شرط تكونوا حاضرين الاكثر حاضران 19 رقاب اغسطس بنتقل لبرشة العذراء اليوم مولود برشة العذراء انهاره اليوم بعتبره بعتبر هيدا انهار من الايام يلي تخدم حظك وبتخدم ظروفك وبتقدمك وبتخليك تكون انت فعلا مستلم قيادة مسألة معينة وانت بتقدر وانت بتقدري اتقرروا عن حالكم اليوم النهار جيد اليوم النهار بيطيب لكم خاطركم اليوم النهار بيعطيكم اللي بدكن يه واليوم النهار بيساعدكم لانه في حظوظ ملياني ومش بس اليوم بعد في بكرة ايضا ولانه الشمس موجودة لبيت الرابع في احتمال ان يكون في تطورات ايجابية على السعيد الشخصي الاكثر حظاً كلكم محظوظين بشكل خاص 23-28 أب أغسطس بالاضافة لمواليد 11-15 أيلول سبتمبر بنتقل لبرش الميزان مولود برش الميزان بيرتاح اليوم من معاكسة الأمر لبرشه من برش الحمل فاليوم فيه نوع من خف من لهالضغوط خف للتوتر انخفاض في منسوب التوتر الأجوال الأحوال الفلكية صارت أفضل وأحلى وهناك نوع من قدرة لحتى يصير فيه نوع من تفاهم مع المجتمع الأجواء بعتبرها حلوة جيدة مناسبة لإعادة الأمور إلى مجرها الطبيعي فيلا تحركوا موليد برش الميزان لحل حالة الأمور تحت تأثيرات كوكب المشتري الأكثر حظان هي 23 و24 أيلول سبتمبر كمل مع برش العقرب مولود برش العقرب ما فينا ننسى انه كوكب المريخ موجود ببرشك هيدا شيء ما فينا ننسى أبدا وأيضا ما فينا ننسى انه كوكب أورانيوس عم بواجهك من برش الثور مطرح ما الأمر هلأ موجود وبالتالي فيه احتمال كتير انه موليد 26 27 أكتوبر بتكون من الأبراج اللي معقولة الدية أو تكون مزعوجة من معاكسة كوكب أورانيوس كوكب المريخ موجود ببرشكون فالأكثر تعبا الأكثر عرضة للمشاكل فيها تكون موليد 4 5 وأيضا 6 نوفمبر 20 الثاني وجود الأمر بحد ذاته في برش الثور وهونيكي موجود أورانيوس بيخلي الجو العام اليوم عند مواليد برش العقرة بيكونوا هني متسرعين شوي هاي برين شوي انفعاليين شوي فبتكونوا حذرين خاصة يلي هلأ ذكرتهم يلي هني تحت تأثير أورانيوس ويلي هني تحت تأثيرات كوكب المريخ بتكونوا حذرين جميع مواليد برش العقرة بيكونوا تضبطوا شوي انفعاليكم وعواطفكم وتفكروا بمنطق وبموضوعية بنتقل لبرش القوس اليوم مولود برش القوس الجو عنده هو إلى العمل وكأنه بانتظاره رحلة عمل يعني نهار طويل نهار أحد في كتير ناس بيشتغلوا يوم الأحد في ناس بإجازة نحن في لبنان بإجازة اللي عم بيسمعاني بالأوروبا من أمريكا من وين ما كان بيكون بإجازة بلد العربية اليوم عم بيشتغلوا فبكون تاخدوا هالأمور بعين الأعتبار اليوم مواليد برش القوس فيني يقول انه نهارهم هو طويل متطلب لكن لازم تعرفوا انه نهاركم أنا بعتبروا نهار صحيح في الشغل صحيح طويل لكن ما نهو سلبي الأمور بحاجة إلى ترتيب وقت يعني أيها الأولويات عنكن اليوم شو عنكن تعملوا عنكن إيميل عنكن اتصالات عنكن زيارة عنكن البيت شو هني الأمور المهمة عنكن ياها لازم تفيقوا بكير ما لازم تفيقوا بكير لازم تبقوا بالشغل أكتر بالمدرسة أكتر كل هالأمور بتاخدوها بعين الاعتبار لحتى اليوم نهاركم يطلع امرتب ويمكن تضطروا تشغله شغلي بشغلتين بنفس الوقت معليش ما في أي مشكل بعد ما ولي برش القوس يمكن حتى منتظارهم خبر حلو اللي علاقة بالبيت اللي علاقة بالشغل اللي علاقة بالصحة وكأنه في قرار انتوا بتاخدو بتبقى الأنشاط يلي ما بتهدى تسعة وعشرة كانون الأول ديسمبر بنت إلا برش الشدي اليوم مولو برش الشدي فعلا بأمثل حاجة لهالجو الحلو لهالتأثيرات الحلوة يمكن لبعض المكافئات وبعض الانفراجات انفراجات اللي بيانتظارن انتظاروا صار له فترة تعبين مظبوط كل شي والشمس موجودة برش القوس الأجواء متعبة عند مولود برش الجدي اليوم الأمر موجود ببرش التثور داعم لألك فهيدي مسألة جيدة اليوم واضح انه في نوع من تطور رح يخضوا مصلحته لمولود برش الجدي وبالتالي ما لازم تعدوا عقلين ما لازم تتأخروا عن شغلكم ما لازم تتأخروا عن وظيفتكم ما لازم تتأخروا عن واجباتكم اليوم النهار لازم تكونوا مخصصينوا للعمل للإسراع في تنفيذ الأمور للتحرك فاليوم النهار لمولود برش الجدي بعتبروا النهار مكافئ لألكم وضروري يكون في حركة فعالة عارفين شو بدكم مش تضيعوا الوقت الثمين وموليد 21 22 و23 كانون الأول ديسمبر تحت تأثيرات كوكب المشتري عندهم حظوظ باهرة ومنحة بينتقال برش الدلو اليوم مولود برش الدلو بنتظاره يوم يمكن يتعبه شوي يمكن يخلي يفكر كتير بأمور تشيله من شغله تشيله من عمله تشيله من مدرسته يعني فكريا لحتى يحلل الأمور يحللها بدك تحللها تحليل وتشوف كيف بدك تحلها على الأرجح يمكن حدا من أولادك حدا من العائلة حدا من الأمور المنزلية يمكن عندك خطة عندك رحلة عندك إجازة عم بتفكر فيها عم بتخططها عم بتسافر عم بترجع عم نسفر في هالأمور عم بتخلي اليوم مولود ومولودة برش الدلو يكونوا عم يفكروا بهالأمور ويمكن ما في شي فقط طالعا بالكم تعدوا بالمكتب مرتحين تعدوا بالبيت مرتحين من دون محدا يزعشكن لأنه في بعض المزاجية اليوم تبقى هناك بعض النشاطات خاصة عند موليد تسعة وعشرة شباط فبراير بنتي لبرش الحوت اليوم مولود برش الحوت عنده نوع من راحة نفسية الأمر الموجود ببرش الثور بيريح له باله بيطمن له باله ومش بس هيك بيعطيك القوة المسيطرة لحتى بفكرة معينة بطرح معين بتحليل معين لمسألة معينة بإيميل معين باتصال معين تنجح معك وتنقش معك وتبايد والشكل اليوم النهار مهم جدا فكر قبل ما تحكي لأنه يلي بتقوله يلي بتعمله اليوم يلي وقع ممتاز وباهر وناجح الأكثر حظة نسبيا تسعة وعشرين وواحد وعشرين شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بقوله لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة سنة فعالة سنة نشيطة وناشطة وبتشغلك كتير سواء كنت طالب سواء عم تشتغل أو ما عم تشتغل على الأرجح فيه نوع من بداية لعمل جديد لمسؤولية جديدة بتكون تهتموا بصحتكم مولود اليوم ما بتفرق أي سنة ديسمبر كانون التاني يناير نسان عبريل وقاب أغسطس أني أفضل الأشهر بتتمنى لكون هار كتير حلو إلى اللقاء باي باي